اشتركوا في القناة احنا قد ايه تأثرنا بيها وقد ايه بجد عنوين واضح انه هم يعني عنوين حقيقي بتشد القارئ اهلا بحضرتك استاذ محمد اهلا بيك اسمح لي بس اتكلم كده في البداية عن ريحة الورق ريحة الورق دي حقيقي الورق لريح وبجد اللي بيحب الورق وبيحب الجورنال وبيحب الكتب بيتأثر جدا بريحة الورق صحيح هو ريحة الورق بالنسبة لي هو معنى شخصي يعني لو اتكلم على ريحة الورق ككتاب يعني فهو بالنسبة لي هو مشروع شخصي مشروع توقيب بدأته بشكل غير مدروس تماما يعني من الاول خالص انا خرج اعلام قسم صحافة انا كان عندي طول الوقت طبعا انا بشتغل في مهنة الصحافة فبحب احتفظ بحب بصفح الجرايد القديمة بروح دار الكتب عندي ارشيفي الشخصي اللي انا بشتريه من اماكن معينة بحتفظ بي لكتاباتك والمراجع اللي بتحتاجها في كتاباتك الحقيقة في الاول ما كانتش المسألة بالشكل ده هو كان المسألة كانت شغف شخصي بس يعني انا كان عندي هوية ان انا مثلا كل يوم قبل ما انام بعد اجيب مجلة من اللي انا بحتفظ بيهم فترة استينات وعد اقلب واشوف وقرأ المسألة اتطورت وبقت مشروع وانا كنت الحقيقة على الاكونت بتاعي الشخصي يعني كنت احيانا بعمل بستات متعلقة بالحاجات دي بقراءات انا للفترات معينة للاشخاص معينين مروا على هذا الوطن يعني لحد ما جات فترة كورونا فبدأ المشروع يأخذ منحة اخر يعني مش مجرد لا بستاته وبستات بتعمل تفاعله الناس الاصدقاء وبيخشوا علاقه فبدأ الاصدقاء ينصحوني لا طب انت لازم تعمل صفحة على الفيسبوك او حاجة بتجمع الحاجات دي فالحقيقة فترة كورونا كان لها فضل علي زي ما كان لها فضل على الناس كتير يعني كان عملت وقت فراغ رهيب يعني اي فبدأت اعمل بقى بستاته حاجات متعلقة بكراءاتنا اللي هي مختزنة بقالها سنين يعني الكلام ده مثلا في 2020 بدأت الصفحة تسمعه وبدأت شوية شوية الناس بيجي لردود افعال من الناس كتير جدا هو في الوسط واسادزة في الوسط عجبك الموضوع وحبيته وحسيت ان انت يعني محقق فيه نجاح بالزبط هو يعني هو في الاساس هو بيرضي شغفي فجي بقى فكرة رد الفعل الايجابي من الزملاء والاسادزة في الوسط بالاضافة الرد الفعل للناس العادية ده يعني خلى الشغف بقى ياخد منحنة اخر يعني المختلف اللي موجود في الكتاب الجديد اللي قدمته في الكتاب ريحة الورق اقلام واخدار يعني اولا طبعا العنوان جذاب جدا كلمي شغن ايه الجديد اللي قدمته والله هي محاولات هو طبعا فيه رهاصات وكتب رائعة للزملاء واسادزة كلها ايما على الارشيف الصحفي والارشيف الصحفي ده بحره واسع يعني حتى بحره دي كلمة محيطه واسع جدا ويحتمل انه الاف يخشوا ويغرفوا منه ويطلعوا كل واحدة يطلع بحاجة جديدة يعني فانا انا تصوري عن المشروع اللي انا بعمله يعني اللي هو كان بدايته ويكتب ريحة الورق هي مش مجرد ان انا بنقل حاجة في ارشيف ارشيفية حصلت او حوار او تقرير او تحقيق اتعمل في فترة ما واتنشر في جريدة او مجلة ما على اعتباطها يعني ومجرد واعلق علي انا بحب اربط الحاجات ببعض يعني هتلاقي مثلا في موضوعات او فصول جوه الكتاب هي عبارة عن او قائمة في الاساس على اشكال صحفية ما لهاش علاقة زمنية ببعض يعني هتلاقي حاجة مثلا في الستينات يقابلها حاجة في التسعينات لنفس الشخص ولكن مثلا عدل امام حبيت اعرف تطور الشخصية دي عن طريق حواراتها ستينات سبعينات تمانينات